ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أبدع المجرد في تحضير الطعام لأفراد عائلته الذين حارسوا على التواجد معه عقب معانقته للحرية بعد تمتعه بالصراح المؤقت الذي جاء بالتزام مع عيد الفطر وحارس المجرد على تعويض عائلته عن الحرمان والظروف الصعبة التي عاشوها خلال فترة دخوله السجن إذ يحرس على قضاء أغلب أوقاته معهم وهي الأجواء التي يوطقها بين الفينة والأخرى من خلال مجموعة من الصور والستوري التي يتقاسمها مع متابعي حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وعلى الصعيد الفني يستعيد النجم المغربي لإصدار أحدث أعماله الغنائية التي أطلق عليها أشخ بارك وذلك يوم الرابع من شهر ماي المقبل عبر قناته الخاصة على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب اشتركوا في القناة